اكد صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على متانة العلاقات التاريخية التي تجمع مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة والتي ترسخت جذورها عبر تاريخ ممتد لأكثر من مئتي عام من التعاون والتنسيق والشراكات الفاعلة على كفة الصعود لافتا سموه إلى الحرص المتواصل الذي تليه مملكة البحرين توطيد مسار العلاقات الوثيقة بين البلدين الصديقين والدفع بمستويات العمل المشترك نحو أفاق أكثر شمولا تسهم في رفض أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله في مقر رئاسة الوزراء البريطانية دونغ ستريت معالي السير كيرستارمر رئيس الوزراء بالمملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية بحضور معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني حيث أشهد سموه بالمستويات المتقدمة التي وصلت إليها مسارات التعاون الثنائي بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة مشيرا إلى أهمية البناء على ما تحقق في ظل ما يجمع البلدين من شراكات استراتيجية بما يسهم في تحقيق الأهداف والتطلعات المشتركة وأكد سموه على الدور البارز للمملكة المتحدة إلى جانب الدول الشقيقة والصديقة في تعزيز ركائز الأمن والسلم والتنمية مشيرا إلى دعم مملكة البحرين لكافة الجهود والتحركات الإقليمية والدولية الهدفة إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة وبما يحفظ الأمن والاستقرار ويسهم في مواصلة تحقيق كل ما من شأنه الخير والنماء لشعوب ودول المنطقة والعالم وخلال اللقاء تم مناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون الثنائي إلى جانب استعراض أهم المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية كما حضر اللقاء مع علي الشيخ فواز بن محمد الخليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة وسعادت السيد حمد بن يعقوب المحميد مدير عام مكتب رئيس مجلس الهزراء